بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأرصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا بغضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلمن علوبا كبيرا فإذا جاء أعدؤولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا ألي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان بعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبدين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء بعد الآخرة ليسوءوا أجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أغذم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحنا آية الليل وجعلنا آية النهار بصرة لتبتغوا فرلا من ربكم لتبتغوا فرلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه فنخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر بازرة مزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك غرية أمرنا نتر فيها ففسقوا فيها فحق عليها الغل فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من الغرود من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذنوما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمت هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخزولا فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقول لهما أف ولا تنهرهما بغوا لهما ضولا كريما ذا اخفر لهما جناح الذل من الرحمة ذا قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكون صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا العربا حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخذان الشياطين وكان الشيطان لربه كثورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تبع اليدك مغلولة إلى عنبك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تغتبوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تغتبوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تغتبوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مغلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تغتبوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تغفوا ما ليس لك به علم إن السمع بل بصر بل فؤادكم أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرغ الأرض بلن تبلغ القبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكبوها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتنغى في جهنم من مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا الغرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نثرا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبع له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبع بحمده ولكن لا تبقهون تسبيحهم إنه كان حليما وفورا وإذا قرأت القرآن اجعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا واجعلنا على قنوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم ذغرا وإذا ذكرت ربك في القرآن بحده بلوا على أببارهم نثرا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف وردونك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا فقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعثون خلقا جديدا قل كنوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون ضريبا يوم يبعوكم فتستهيبون بحمده وتظنون إن لمثتم إلا قليلا فقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا فربك أعلم بمن في السماوات والأرض فلقد ثضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبرا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشفا ور عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أجدهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا سعود الناقة بصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخذيفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن فنخذفهم فما يزيدهم إلا طويانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرنت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنك المذريته إلا غليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء منفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأنفال والأولاد بعرهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكنوا الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعروتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخصف بكم جانبا بر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيورغكم بما كفرتم فيورغكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا فلقد كرمنا بني آدم فحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ففضلناهم على كثير ممن خلقنا تكضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيميره فأولئك يقرعون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى بأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركه إليهم شيئا قليلا إذا لأذرناك ضعف الحياة بضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا غنيلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحفيلا أغم الصلاة لدنوك الشمس إلى وسغ الليل بقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به مافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض بناء بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجه لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون لمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كثرا وقالوا لن من لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترضى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يغنل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم الغيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا فقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أما لم يروا أن الله الذي خلق السمامات والأرض قادر على أن يصبغ مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كثورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأورقناه ومن معه جميعا فقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء بعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا فقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سكدا ويقولون سبحان ربنا إن كان بعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أفضع الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنا ولا ترهوا بصلاتك ولا تخافت بها فابتغ بين ذلك سبيلا فقل الحمد لله الذي لم يتخذ بلدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له بني من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثيم فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله بلدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زيمة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعدون ما عليها صعيدا وجرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف ذر رضيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فغربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لمثوا أمدا نحن نغص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ذربطنا على قلوبهم إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعب من دونه لن ندعب من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قلنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأبوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزامر عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تغرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له بنيا نرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم ربود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالبصيد لذي اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم يتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فابعثوا أحدكم ببرقكم هذه إلى المدينة فلينظر قالوا أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم وذن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم يعلموا أن معد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلموا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثالثهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن بشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله فاذكر ربك إذا نسيت فقم عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا بثل ما أنحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه منتحدا لصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالوداة والعشي يريدون وجهه بلا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هذا هو كان أمره فرطا بقول الحق من ربكم فمن شاء فلؤمن ومن شاء فليكفر إِنَّا أَعْتَبْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَوِيثُوا يُغَاثُوا بِمَا إِنْ كَالْمُهْنِ يَشْمِ الْهُجُوهِ بِئْسَ الشَّرَادَ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَبَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي بِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ حَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَابِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُبْرًا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُبْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ السَّبَابَ وحسنت مرتفقا فاغرب لهم مثل الرجلين اجعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفثناهما بنخب وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظن منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحابره أنا أكثر كمالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أقل الساعة قائبة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها انطلبا قال له صاحبه وهو يحابره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وبلدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك فيغسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غمرا فلن تستطيع له طلبا فأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خامية وهي خامية على عروشها فيقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان انتصرا هناك الولاية لله الحق فأغرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثبابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وفضع الكتاب فترى المبرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس من الظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعمهم فلم يستغيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها نصفا ولقد صرفنا في هذا الغرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادر الذين كفروا بالباطل ليدحروا به الحق فاتخذوا آياتي وما أنذروا هزبا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يبقهوه وفي آذانهم مقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يآخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئنا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أم يحقبا فلما بلوا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا وداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صدرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خذرا قال ستهدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحبث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرضها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صدرا قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لغيا غلاما فغتله قال أغتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا